اكدت ادارة الاوقاف السنية جهزية مصليات العيد على مستوى مملكة البحرين للاستقبال المصلين يوم العيد الاول من شوال لعام 2444 للهجرة نعم هذا وقد شكلت ادارة الاوقاف السنية فريق عمل خلال الفترة الماضية لتجهيز جميع مصليات العيد بكل ما تحتاجه من وسائل الراحة للمصلين منذ بدء العشر الى اواخر لشهر الكريم دابت ادارة الاوقاف السنية على تجهيز كافة المصليات والمساجد والجوامع لصلاة العيد حيث تعاونت الادارة مع عدة جهات حكومية من اجل توفير كافة الخدمات للمصلين خلال صلاة العيد احنا جرت العادة في ادارة الاوقاف السنية ان ننظم عدد من المصليات لاحتواء المصلين يوم العيد العدد كبير جدا اكثر من 280 الف تقريبا مصلي موزعين على الجوامع وعلى المصليات المصليات عددها في حدود 27 مصلى مقسمة بين مصليات رئيسية ومصليات للجاليات تحرص ادارة الاوقاف السنية على العناية بمصليات العيد وذلك احياء لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة في المصليات يومي عيد الفطر وعيد الاضحى كما تسعى الادارة لتوفير البيئة المناسبة لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين لتأدية صلاة العيد في اجواء مناسبة طبعا ابتلت الادارة خلال هذه الاسبوع بتجهيز جميع المصليات في جميع انحاء مملكة البحرين في كل المحافظات طبعا ابتدأينا بتجهيز الفرش وانظمة الصوتيات وتنظيف الساحات وعقد دورات تدريبية حق اللجنة المنظمة للتعامل مع الجمهور ابتدأينا ايضا بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى مثل الوزارة الداخلية ووزارة البلديات ووزارة الصحة ووزارة الاعلام ايضا لهم دور وعندهم شراكة معانة في تجهيز وتنظيم هذه المصليات عدد او الساعة الاستيعابية حق هذه المصليات رح تكون ثمانين الف مصلي رح يصلون في هذه الساحات الساحات الخارجية اللي خصصتها الادارة حق صلاة العيد والمساحة رح تكون مساحة جمالية قدرها ستين الف متر مربع رح تخصص حق صلاة العيد ايضا عندنا في مدارس معينة في جميع المحافظات تخصصت للجاليات جاهزية مصليات العيد على مستوى مملكة البحرين لاستقبال المصلين وتجهيز كافة الاستعدادات اللازمة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين من قبل وزارة الداخلية كل هذه الجهود التي تبذل قبيل حلول عيد الفطر المبارك حرصا من ادارة الاوقاف السنية على توفير كافة وسائل الراحة للمصلين تواصل ادارة الاوقاف السنية جهودها خلال الشهر الفضيل لتجهيز كافة مصليات العيد في مختلف مناطق المملكة وذلك حرصا منها على توفير كافة الخدمات للمصلين ليؤدون شعيرتهم بكل راحة وإطمئنان خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين